السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زاد اليوم الحصات تعنا وننتكلم على السيد الحاج محمد راو راوة وين كان حاضر في جميع المباريات المنتخب الوطني الجزائري في كأس العرب أقل من 20 سنة بالقاهرة منذ دور الأول إلى النصف النهائي أمس أمام تونس يعني وين كانت فرحة تياه الكبيرة لا توصف عندما فاز المنتخب الوطني الجزائري أمام المنتخب المغربي هذه باش يكون على أباكم وين حنا اهدرناها وين قلنا لكم باللي يعني وجد كين شوف الحمد لله يا ربي مش احنا اهدرناها مش ينا نهدر فيها هدروها في الإعلام وهدرناها وبعد هدروها في الإعلام وبعد عاودوا هدروها وفسروها كيفاش علاش عرادك نمرود راح تكلمها صحافي تعالخابر راح تكلمها إعلامي وتعالخابر راح تكلمها وقال لك باللي هذو اللعابين ما كانوش واجدين يعني من ناحية الوثائق من ناحية بسابس والح وين سيد الحاج محمد راو راوة في ظرف يومين وين ساعد الاتحادية الجزائرية وينقبلها لليسونس لعابة وينقبل قائمة لعابة هذو اللي خاتش عليها قالك كانوا الديين لعابة وذلك اللعابة في آخر اللحظة كان عندهم الباك لوالديهم لي رفضوا باش يروحوا يشاركوا ويخلوا الباك تاحهم هذي باش يكون عليكم وين الاتحادية وين طاحت في أزمة يعني كما نقولوا احنا في فوضى في الكواعة السيد الحاج محمد راو راوة كما اهدرنا لكم منها اللول بل هو لقاب الواجب يعني وسهل كل أمور للاتحادية الجزائرية من أجل اللعابين هذو اللي اليوم راهم يقدموا في مستويات كبار ما رايش نقولوا الحاج راح جاب اللعابة لا الحاج عاونهم يعني في الوثائق في التأشيرة في اللي ليسونس تاوحهم في القائمة تاهم ليغيروها خاش كانوا راسلين راسلوا قائمة هم بات تغيرت ذيك القائمة يعني الحاج وين عاون الاتحادية الجزائرية لكورة القاتف هذا واجب وطني هذا واجب وطني إلا الجاحد إلا اللي راهم ريض هذو الناس اللي راهم اليوم او ليك لعبت وانا لعبت على المنتخب الوطني الشباب أما لا الحاج يعني يعني عاون داخل فيها عاونها لي كانوا يقول لك جانبا على الحاج انتاش جانبا انت هي غسل كلب انت هي تغسل كلب تقدر الحاج تقول جانبا على الحاج تانا بولحيا لغا قالهم محرز وماندي ومبولحيا فلان فلان ما يبوش الحاج ما كانوا يبوه يلعبوه فيتعوه الحاج ما يبوش الحاج الحاج هو اللي جابهما هذو كي ولادها هذو جاي تي يتنبح جاي ينتنبحوا نورمال ما تحشموش كنت مقادرك منها وصلت ناس وفقت بيك باللي هكتكذب ما نحشمش منك راليش تكتكذب وتعب في ذلك طريق طريق هذا اللي يمشي فيك هذا اللي غادي هودك كنت واحدة كنت مليها نالي قطبك هذا اللي يريعليك هذا اللي غادي هودك أنا أقول لك وإن شاءنا كيفاش سيد الحاج محمد راو راو ومعين وإن رفقة سافير الجزائر في مصر بالإضافة إلى رئيس الوفد الجزائري وإن تابعوا المباراة جانبا إلى جنب في أجواء رائعة أخوية في مدرج الشرفي للملعب القاهرة السيد الحاج محمد راو راو وإن وطيلة إقامة المنتخب الوطني كان في خدمة الوفد في كل صغيرة وكبيرة سواء في كواليس أو على المستوى الخادمات السيد الحاج محمد راو راو وإن كان في الاتصال دائم مع رئيس الفاف شرف الدين عمارة أكثر مباراة احتفل فيها السيد الحاج محمد راو راو وهي التي فاز فيها المنتخب الوطني على المغرب حيث كان في قمة السعادة ورغم إلحاح رئيس الوفد الجزائري بدخوله إلى غرف تبديل الملابس للاحتفال مع اللاعبين إلا أنه رفض لتفادي تأويلات يعني من الوفد الآخر رئيس الوفد الجزائري وين عوض المكتب الفيدرالي سعيد جدا بخدمات راقية التي قدموا وين اعتراف من عند حاكم مدان وين قالوا أنا سعيد جدا أعرف الرخرى دارها من شيح مدارها قالوا أنا سأرقاء ردوا على ذوك الفراشات كي واحد الفراشات تموتوا بالخف ما تطولوش توما غادي تموتوا بالخف بعد الفراشات اللي ينتقدوا الحاج سميتكم فراشات خادش علىه تموتوا بالخف وتقشفوا بالخف ما تطولوش وين رئيس الوفد الجزائري وعوض المكتب الفيدرالي حاكم الدان وين قالوا أنا سعيد جدا بالخدمات الرقية التي قدمها السيد الحاج محمد راوراوة للوفد الجزائري منذ فترة إقامته في مصر والسيد الحاج وقف على كل صغيرة وكبيرة خاصة المنتخب الوطني وكان وراء الإنجاز المحقق لحد الآن يعني مش يعاونه مش بالإتعاد أول جزائر لازم الجزائر هو كجزائري يودي لي كبير كبيرة يودي لي كبيرة كبيرة أبي يودي لي غاولة وعشوها هذه البارحة يودي لي كبيرة كبيرة هادي كونتر المغرب أولا وراء الحد هادي كونتر المغرب يهدي لي كبير كبيرة لي كبير كبير هادي كونتر المغرب يودي لي كبير كبير عينتوا ما تبغوا تزيدوا فيها مقول لكم السكتوا السكتوا خطرة أخرى لي راجل راجل لي كبير كبير مش قضية رأنا سأغروف الغاشي لا بسحة شخصية كبيرة اعتراف من عند موراد بوتاجين اعتراف من عند فارد معطاوي في حتى عرف بي عرف اللي رأي في الطريق الصحيح فارد معطاوي يتعرف بواحد نعرف اللي رأني في الطريق الصحيح كونتر المغرب ، قالوا كانوا محرمين على رواحهم كلمة السيد الحاج محمد الأوراوة كانوا محرمين على رواحهم وينعتارف حاكيم مدان قال لهم وفر لنا كل شيء هل هدرت عن العلوة ولا هدرت عن الناس قال لك أنت كل حاجة ندخل فيها الحاج يا وديمشي يا الناس هاضرك أنت أنا يوصرني معلومة أنت ما يوصلكش معلومة أنا ماذا بي أنوصلك المعلومة هذا الحاجة ما توصلكش أنا قلت لك ها راي راي بانت هولا حاكيم مدان في البازاتة الاتحادية الجزائرية وينقلهم هولا رئيس الوفد الجزائري عضو المكتب الفيدرالي حاكيم مدان أنا سعيد جدا بالخادمات الراقية الذي قدمها السيد الحاج محمد راوراوة للوفد الجزائري منذ فترة إقامته في مصر السيد الحاج محمد راوراوة وطيلة إقامة المنتخب الوطني كان في خدمة الوفد في كل صغيرة وكبيرة سواء في الكواليس أو على مستوى الخادمات من شيئا نهدرتها يا جماعة من شيئا نهدرناها حاكم الدارة يهدر فيها كوهدرها بلك واخد آخر يعني يهدرتها أنا ولا يهدرها واحد واخد آخر نقوله هذا يهدرها واحد لما كانوا محرمين على رواحهم ما يجبدو سيد الأسفل وسعاكي يخرجوا برا يعرفوا قيمة الرجال وما هنا بلا يعرفوا قيمة الرجال وسعاكي يخرج برا النهار واحد الخطراء تعال النهد لحلو كان ديما طايح للحاج في دمش دي ساتميل قدام ريت أهل الحاج جاي بنامور الحاج ونهار للنهد راحت تلعب كأسر عارب في مصر جال هنا مخلوع قالوا يا وديرانا غالط قالوا مراكم غالطين إلا تقولوا الحاج ما عندوش شخصية ما عندوش بالله ما عندوش قالوا مراكم غالطين في مصر 2019 كنا نهدرون قالوا الحاج قعد 35 يوم في مصر يعني الدولة الجزائر هو جزائر الدولة مع غارف كيف قعد 35 يعني دار فرض فانك هو فانك واليستور وقعد لكل كلم رغم أن بعض الكلاب هنا النابيحة ما اعترفتش بعض الكلاب النابيحة اللي ما اعترفتش نعتبركم أنا كلاب نابيحة انتوما ما نحترمكمش خاتش على كلاب نابيحة تنبحو تنبحو على ود الدار عمركم لن بحتو على الخاين والخاين قا ما تجبدوش تنهر اللي يتح والشعب يعرفوا ترعبوها تعرفو ترعبوها تحضروا عليها تحيال جزائر وتحيال سيد الحاج محمد راو راو ظالم مظلومة نمعه هذه هي ما تنسوا شعطونا الجيم كومنتير وبرتاجونا الفيديو شكرا للمشاهدة